أهلا بكم في غواص في بحر النت النهاردة معانا موضوع ممكن يغير طريق التفكير ناس كتير عن لعبة قديمة ومعروفة الشطرنج لو حد بيحس بتشتت أو قلق أو توتر وعايز يلاقي طريقة يقوي بها تركيزه وذاكرته يكمل معانا أهلا بكم هنتكلم إزاي الشطرنج ده ممكن يبقى أكتر بكتير من مجرد تسليع إزاي ممكن يكون زي جم العقولنا معانا مصادر علمية وكمان عملية جاهزين نغوص؟ جاهزين وزاي ما قلت الشطرنج مش لعبة زكاء وخلاص المميز فيه واللي المصادر بتأكد عليه أنه بيعتمد بالكامل على التفكير والاستراتيجية ما فيهوش حظ خالص دي نقطة مهمة فعلا كل نقلة محسوبة بالضبط كل نتيجة هي نتيجة تفكيرك أنت وقراراتك أنت وده بيخليه أداء قوية جدا للتدريب العقلي المصادر اللي معانا بتشرح الأساس العلمي وكمان التطبيق العملي طب يلا بينا نفسص الموضوع ده بقى المصادر بتوصف الشطرنج أنه صالة ألعاب رياضية للعقل التعبير ده لوحده يعني بيغير نظرتنا ليه تماما مش لعبة عباقرة وبس لا خالص هو أداء لتشكيل الدماء حرفيا الأساس العلمي هنا هو النيورو بلاستيسيتي أو المرونة العصبية اللي هي ايه ببساطة؟ ببساطة شديدة أن المخ مش حاجة ثابتة لا المخ عامل زي العضلة بيتغير وبيقوى مع الاستخدام والتحدي وبيقدر يشكل روابط عصبية جديدة طول الوقت كرد فعل اللي اللي بنتعلمه وبنعمله والشطرنج بيعمل ده ازاي؟ الشطرنج بيجبر المخ يستخدم مهارات معرفية كتير قوي في نفس الوقت يعني الزاكرة العاملة عشان تفتكر النقلات المحتملة والتعرف على الأنماط والتخطيط الاستراتيجي المستقبل كل ده مع بعض بيقوّل وصلات العصبية الموجودة وبيخلق وصلات جديدة وده ممكن يفسر بقى زي ما المصادر بتقول إن لعبة الشطرنج الصغيرين ساعات بيكون الأيكيو بتاعهم أعلى من المتوسط في مثال كان عند دراسة في بلجيكا لقيت متوسط 121 للاعبين الشباب دول مظبوط وده بيفتح النقاش اللي دايماً موجود هل الشطرنج هو اللي بيخليهم أزكى؟ ولا الأزكية أصلاً بيروحوا للشطرنج؟ أيوة، السؤال بتاع البضا ولا الفرخة ده؟ بالضبط لكن المصادر بتقول إن الإجماع العلمي دلوقتي بيميل أكتر لفكرة إننا بنصبح أزكى لإننا بنلعب شطرنج اللعبة نفسها هي اللي بتمرن المخ وبتحفزه وهنا بقى ندخل على حتة الزاكرة دي متهيالي دي من أكتر الحاجات اللي الناس بتربطها بالشطرنج المصادر بتقول إن التأثير ده شامل قوي أيوة، مش نوع واحد بس أول حاجة الذاكرة العاملة الوركينج ميموري دي زي الرماد بتاعت الكمبيوتر كده بتحتاج تحتفظ بمعلومات مؤقتة عشان تشتغل في الشطرنج لازم تحتفظ بسلاسل نقلات كتير ونتيجها في دماغك عشان تقيم وتختار الأحسن ده الوحده تمرين صعد جداً جداً وفيه كمان الذاكرة البصرية والتعرف على الأنماط الباترن ريكيجنيشن دي بقى مهارة أساسية عند المحترفين بيبص على الرؤع المعقدة وفي لحظة بيشوف أنماط معينة تيكتيكات، مواقف استراتيجية هو عرفها كأنها صورة مألوفة يعني؟ بالضبط كده والأبحاث بتقول حاجة أغرب كمان إن مخ الخبراء بيستخدم منطقة في المخ اسمها FFA دي أصلاً متخصصة في التعرف على الوجوه البشرية عشان يخزن ويستدعي مواقف الشطرنج دي بسرعة زي كده كأنها وجوه مألوفة بيقدر يستدعيها فوراً والأغرب بقى واللي انت ممكن تستغربه فعلاً إن الدراسات بتقول إن لعيبة الشطرنج الكبار دول بيظهروا تفوق كمان في الزاكرة السمعية السمعية؟ الزايدة؟ الشطرنج كله بصر وتفكير ماهو ده اللي غريب يعني بيفتكروا قوايم كلمات سمعوها أحسن من الناس العادية ده معناه إن تأثير الشطرنج على المخ ممكن يكون أعمق وأوسع مما كنا فاكرين مش بس بصري ومكاني فعلاً دي معلومة جديدة ومدهشة وكل ده بقى بيصب بفين؟ في تنمية مهارات حل المشكلات والتخطيط الاستراتيجي أي ماتش شطرنج هو عبارة عن لغز كبير ومعقد بيتغير كل شوية مع كل نقلة الدنيا بتتغير تماماً وده بيدربك إيه؟ بيدربك تحلل الموقف تشوف نقطة ضعف والقوة تحط خطط طويلة الأمد والأهم تعرف تتكيف بسرعة لما الخصم يعمل حاجة غير متوقعة العملية دي بتقوي جداً الـ الوظائف التنفيذية اللي هي التخطيط والتنظيم والمرونة والتحكم في النفس صح؟ بالزبط كده ودي المهارات اللي بنحتاجها في كل حاجة في حياتنا تقريباً والقوة الحقيقية للشطرنج زي ما المصادر بتوضح مش إنه بيدرب كل مهارة لوحدها وخلاص أمل إيه؟ لأ إنه بيجبر كل المهارات دي تشتغل ساوى في نفس الوقت في تناغم وتحت ضغط كمان ضغط الوقت وضغط الخصم لازم الزاكرة تشتغل عشان تجيب الأنماط والزاكرة العاملة عشان تحسب النقلات والإبداع عشان تلاقي حلول جديدة والتخطيط عشان تربط ده كله؟ يعني زي التمارين المركبة في الجيم كده اللي بتشغل كذا عضلة مع بعض؟ بالزوبت ده تشبيه ممتاز وموجود في المصادر زي السكوات مثلاً بيقوي الجسم كله مش عضلة واحدة الشطرنج بيعمل كده للمخ بيبني قوة معرفية شاملة ومتكاملة ومن النقطة المفاجأة برضو حتة الإبداع دي الواحد ممكن يفتكل الشطرنج ده لعبة منطق بس لا خالص هو مساحة كبيرة جداً للإبداع والتفكير خارج السندوق لازم تلاقي حلول غير متوقع عشان تفاجئ خصمك والدراسات فعلاً بتقول إن لعب الشطرنج بيجيبه درجات أعلى في اختبارات الإبداع طب وده ليه؟ غالباً زي ما المصادر بتقول لإنه بيشغل المخ كله النص الشمال بتاع المنطق والتحليل والنص اليمين بتاع الإبداع والحدث والأنماط كله بيشتغل مع بعض وده يودينا النقطة مهمة قوي في عصرنا ده بقى التركيز إزاي الشطرنج بينامي التركيز العميق في زمن المشتتات ده؟ التركيز ده فعلاً عضل عقلية محتاجة تمرين والشطرنج بيقى مثالية للتدريب ده هو بيساعدك تدخل في حالة الفلو ستيت حالة التدفق اللي هي الواحد بينسى فيها نفسه والوقت وكل حاجة حواليه؟ بالضبط حالة الإنغماس الكامل ده وعلم الأعصاب بيأكد الكلام ده دراسات رسم المخ لقيت زيادة في موجات اسمها ثيتا عند لعاب الشطرنج المركزين ودي موجات مرتبطة بالتركيز العميق والتعلم ومتهيالي طبيعة اللعبة نفسها بتفرض ده زي ما بوبي فيشر قال الشطرنج يتطلب تركيز تام لحظة سرحان واحدة بتضيع الماتش أكيد بس الأهم بقى أن التركيز ده مش سلبي يعني مش مجرد أنك تمنع نفسك من التفكير في حاجة تانية لأ أما ليه؟ ده تركيز نشط وموجه طول الوقت أنت بتحدث صورة اللعبة في دماغك وبتحاكي سيناريوهات مستقبلية وبتقيم مواقف غمضة ده اللي بيفرقه عن التأمل مثلا التأمل ممكن يهدف لتهدئة العقل الشطرنج بيوجه العقل لحل مشكلة معقدة تحت ضغط فهمتك ده فرق مهم طيب كل الكلام النظري الجميل ده إزاي بقى بيترجم لفايدة عملية على الأرض خصوصا لمشاكل الصحة العقلية اللي بنسمع عنها كتير زي القلق والتوتر والتشتت وحتى الأمراض الأصعد هنا بقى المصادر بتطرح الشطرنج كأداة علاجية مساعدة محتملة مزتها إنها متاحة رخيصة ومش دوى يعني مثلا في موضوع التدهور المعرفي مع السن زي الزهايمر والخرف إزاي ممكن يساعد في حاجة زي دي؟ هو بيساعد يبني حاجة اسمها الاحتياط المعرفي أو cognitive reserve زي ما يكون عندك رصيد قوة للمخ كل ما الرصيد ده يزيد المخ يقدر يقاوم التلف الناتج عن السن أو المرض بشكل أفضل في دراسة مهمة جداً اتنشرت في New England Journal of Medicine لاقت إن كبار السن اللي بيلعبوا شطرنج بانتظام معدلات الخرف عندهم أقل دي حاجة قوية جداً جداً لأنه بيشغل الزاكرة والتخطيط والمنطق وهي دي القدرات اللي بتتأثر في الأمراض دي طب وبالنسبة لمشكلة زي الـ ADHD فرط الحركة ونقص الانتباه اللي بنشوفها كتير في الأطفال وحتى الكبار دلوقتي الشطرنج هنا بيدرب على وطر حساس قوي هو بيستهدف مباشرةً القصور اللي بيحصل في الوظائف التنفيلية عند المصابين بالـ ADHD زي إيه؟ زي صعوبة التحكم في الاندفاع، التصرع في القرارات، مشاكل التخطيط وتنظيم المهام وصعوبة الحفاظ على الانتباه في دراسة من 2016، علامي الطفل لقات إن لما دخلوا الشطرنج في علاجهم حصل انخفاض 41% في أعراض عدم الانتباه وفرط النشاط ودي نسبة مش قليلة خالص 41% ده رقم كبير فعلاً طب إيه التفسير العلمي لده؟ التفسير زي ما المصادر بتقترح ليه علاقة بطريقة شغل المخ مشاكل زي الـ ADHD والقلق ساعد بتتوصف بأنها ضعف في التنظيم من فوق لتحت يعني القشرة الجبهية اللي هي المدير بتاع المخ المسؤول عن التخطيط والتحكم مش عارفة تسيطر كويس على الإشارات اللي جاية من تحت الفوق زي الدوافع والمشاعر والمشتتات الزبط كده تشبيه كويس الأدوية كتير بتشتغل bottom-up بتحاول تهدي الإشارات اللي تحت دي الشطرنج بقى بيشتغل top-gown هو تمرين مستمر للمدير ده بيقوي دواير التخطيط والتحكم والتركيز في القشرة الجبهية نفسها كأنه بيقوي عضات المدير التنفيذي للمخ تماماً حشان كده ممكن يبقى علاج سلوكي مساعد فعال جداً طب والقلق ونوبات الهلع، إزاي الشطرنج ممكن يساعد فيها؟ التركيز الشديد اللي اللعبة بتفرضه ده بيشتغل كأداة تشتيت معرفة قوية قوي عارف حلقة الأفكار المقلقة اللي بتلف في دماغي الواحد ومش عارف يوقفها؟ أيوة طبعاً الشطرنج بيجبرك تكسر الحلقة دي عشان تركز في اللعبة المصادر ذكرت حالة واحد كان بيجيله نوبات هلع وقدر يوقف نوبة كانت هتبدأ بأنه فتح تطبيق شطرنج على الموبايل وقعد يحلل الموقف ده غير إن اللعبة بتعلم الهدوء تحت الضغط ودي مهارة مهمة لمواجهة القلق وفيه كمان حتة استخدام الشطرنج في العلاج النفسي نفسه أيوة بعض المعالجين بدأوا يستخدموه مش بس عشان يبنوا علاقة مع المريض لا كمان عشان يلاحظوا طريق تفكيره وتعاملوا مع الضغط والخسارة والفوز من خلال لعبه ده بيديهم فكرة عن أنماطه النفسية سبحان الله الفوائد عملة تكشف واحدة ورد تانية والموضوع مش بس مخ وتفكير ده بيمتد للشخصية كمان والمهارات الاجتماعية بالضبط الشطرنج بيعلم الصبر لازم تفكر قبل ما تنقل ماينفعش تتسرع وبيعلم تقبل الخسارة كمان والروح الرياضية دي حاجة مهم معوي جداً تتعلم إزاي تخسر وتحلل أخطائك وتتعلم منها ده بيبني ثقة بالنفس ومرونة عاطفية ممكن تفيد في كل جوانب الحياة طب والناحية الاجتماعية هي لعبة بين اتنين يعني إيه الاجتماعي فيها؟ صحيح هي لعبة صنائية وده في حد ذاته تفاعل لكن الأعمق من كده إنها بتضرب مهارة أساسية اسمها نظرية العقل أو Theory of Mind اللي هي إيه دي؟ ببساطة قدرتك إنك تفهم إن اللي قدامك ده ليه أفكار ونوايا ومشاعر مختلفة عنك وتقدر تشوف الموقف من وجهة نظره هو عشان تلعب شطرنجي كويس لازم طول الوقت تحول تخمن خصمك بيفكر في إيه؟ ناوي يعمل إيه؟ حاسس بإيه؟ وده أساس التعاطف والتواصل الفعال مع الناس إنك تحط نفسك مكان اللي قدامك بالزبط والمصادر كمان بتشير إن الشطرنجي بيعلمنا نمازج عقلية مفيدة في الحياة زي التفكير كذا نقل الودام آه دي بنسمعها كتير التخطيط للمستقبل أمام ده بيت ترجم لتخطيط أحسن في الشغل وفي الحياة وفكرة إن بيدق صغير ممكن يبقى وزير دي بتعلمنا قيمة الإمكانيات طويلة الأمد والإصرار وفكرة التضحية بقطع عشان وضع أحسن دي بتعلمنا إزاي نقبل خسارة صغيرة عشان مكسب استراتيجي أكبر على المدى البعيد دي دروس في التفكير الاستراتيجي كلام مقنع جداً بس عشان نبقى موضوعيين المصادر برضو نبهت إن لسه في جدل علمي حوالين هل الشطرنج هو السبب المباشر في زيادة الذكاء ولا مجرد مرتبط به صحيح وكمال النتائج لسه مش قاطعة 100% بخصوص هل المهارات دي بتتنقل بشكل مباشر لدرجات أعلى في المدرسة مثلاً التحسن في التركيز والذاكرة بيحصل غالباً لكن النقل المباشر للتحصيل الأكاديمي مش مضمون دايماً تمام يعني هو مش عصايا سحرية لكن أداء قوية جداً بالضبط كده الخلاصة من كل ده إن الأدلة قوية جداً إن الشطرنج أداء متاحة ورخيصة وفعالة جداً لبناء عقل أقوى وأكثر مرونة وهو رحلة ممتعة ممكن تستمر طول العمر وبتدي فوائد متركمة طيب كل الفوائد الرهيبة دي تخلي الواحد يسأل لو أنا اقتنعت وعايز أبدأ أتعلم أو أرجع على العرب أعمل إيه؟ المصادن اللي معانا مش بس قالت ليه دي كمان قالت إزاي الواحد ممكن يبدأ ودت مثال لمصدر تعليمي عربي كويس مظبوط المصادر حللت محتوى قناة على يوتيوب اسمها نتعلم الشطرنج كمثال للموارد دي واضح إن القناة دي موجهة للمبتدئين والمستوى المتوسط وبتقدم محتوى منظم بالعربي وباللهجة المصرية ده بيخليها سهلة ومناسبة لناس كتير هنا طب إيه نوع المحتوى اللي القناة دي بتقدمه؟ كمسال المصادر ركزت على كذا نوع مهم بيغطوا رحلة التعلم أولاً كرس تأسيسي للمبتدئين خالص اسمه شطرنج للمستجدين ده بيمشي خطوة بخطوة من الأول خالص حركة القطع القواعد زي التبييت والأخذ بالمرور مبادئ الاستراتيجية زي السيطرة على الوسط والانتشار يعني خريطة الطريق واضحة للي لسه بيبدأ تماماً تاني حاجة التركيز على الأنماط في فيديوهات عن تكتيكات معينة أو أشكال كشمات بتتكرر كتير زي مات أنستازيا والماتر عربي ده بيربط على طول بالكلام اللي قلناه عن أهمية التعرف على الأنماط البصرية عشان المخ يتعود يشوفها بسرعة بالزبط تالثاً نهايات الدور الأساسية أو أنماط الكشمات إزاي تكسب بملك ووزير ضد ملك أو ملك ورخ ضد ملك دي نهايات لازم أي لاعب يكون عرفها عشان يحول تفوقه المكسب حاجات أساسية بس مهمة جداً جداً والنوع الرابع هو تحليل المباراة سواء أدوار للمتابعين عشان يتعلموا من أخطأهم أو أدوار تاريخية لأبطال عالم أو أدوار حديثة لأسات زكبار زي كارسون أو المصريين زي عدلي وأمين ده بيدي أمثلة حية وتطبيح عملي والأهم إن المصادر بتقول القناة بتشرح إزاي الواحد يحلل أدواره بنفسه بأدوات مجانية وده تدريب مباشر على تحليل الأخطاء والتعلم منها اللي تكلمنا عنه وكمان في حاجات تانية زي شرحه كتب وافتتاحات وتجارب شخصية يعني محتوى متنوع أيوة المثال ده بيوضح إن فيه مصادر عربية كويسة ومتاحة ممكن تاخد بإيد اللي عايز يبدأ أو يتطور الأسلوب العملي خطوة بخطوة وباللهجة الدرجة بيخلي الموضوع سهل وده بيشجع أي حد سمع عن الفوائد دي إنه ياخد خطوة فعلا بالزبط المصادر دي هي الجسر بين الفوائد النظرية والتطبيق العملي والتجربة الشخصية يبقى خلاصة رحلتنا دي في عالم الشطرانجي إيه بقى؟ إن الشطرانجي ده مش مجرد لعدة ده تمرين عقلي شامل وقوي جدا ليه فوائد حقيقية وملموسة على التركيز والذاكرة وحل المشكلات وحتى الهدوء النفسي والتعامل مع الضغوط والمصادر ورتنا الأساس العلمي لده وكمان ورتنا إن الطريق للتعلم والاستفادة موجود ومتاح من خلال مصادر زي القناة اللي ذكرناها كمثال وده يخلينا نفكر في سؤال أخير كده بما إن الشطرانجي بقى سهل ومتاح أونلاين وفي مصادر تعلم كتير زي ما شفنا هل ممكن في المستقبل نشوف إن ممارسة الأنشطة دي اللي بتضرب المخ بشكل منظم وممتع تبقى جزء أساسي من روتين الحفاظ على الياقة الزهنية والنفسية زي ما بنتعامل مع أهمية الرياضة البدنية للجسم دلوقتي؟ ويا ترى إيه الأنشطة التانية البسيطة اللي ممكن تكون حوالينا وبتقدم نفس الفوايد المعرفية دي وإحنا مشواخدين بالنا منها كفاية سؤال يستحق التفكير فعلا طيب بنتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم وفتحت لكم أبواب جديدة للتفكير والتجربة يمكن شاركونا في التعليقات بقراءكم وأسئلتكم وهل حد بيلعم شطرنج فعلا وحاسس بالفوايد دي؟ ولو في أي تجارب أو أنشطة تانية بتعملوها عشان تحفظوا على الياقاتهم الزهنية يارد تشاركونا بيها وما تنسوش تعملوا لايك لو الحلقة عجبتكم وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل جديد في غواص في بحر النت إلى اللقاء في حلقات تانية بإذن الله إلى اللقاء